بسم الله الرحمن الرحيم نحن اليوم إن شاء الله نكمل الشيء اللي بلشنا فيه من جلستين اللي هو كان مدخل التحويل من 2D إلى 3D واخدنا ضمنه ثلاث حالة بنا هيك اخدنا اول حالة كانت حالة الرفع مثل رائح وانتران اتنين فيها شيء ثلاث اوامار Extrude و Bevel و Bevel Profile واخدنا الحالة الثانية اللي هي كانت حالة الدوران اللي هي الليف واخدنا الحالة التالتي كانت اللي هي السويب ماشي ماشي و الذي سمستطيعه في التطبيقات عمارة سيكون الحالة الرابعة التي هي الاساس دعونا نخيلها ما هي الحالة الرابعة الحالة الأولى الحالة الأولى كحالة رفع موضوعها بسيط يعني لا نركب نحنا أمرين أو جسمين الحالة الأولى والثانية التالتي نطور موضوع أكثر خار بدنا جسمين ما طعم ما صار الحالة الثالتي نركب نحنا مجموعة أجسام يعني اللي حتى نتخيل هذا الموضوع هذا الحالي الرابع هي عبارة عن تركيب مجموعة عقلاص لحتى يشكلوا جسم ما رح نتخيلها بتطبيق برداي بدايتان أنا رح أعمل برداي عبارة عن مقطع تمام فلنعمل مقطع ثاني ومقطع ثالث رح يكون أكبر من البقية مهمة الأمر هذا إنه شو يعمل؟ بالضبط يشكل لي منهم هاي مقطع اثنين وهاي ثالث مهمة الأمر هذا إنه يوصل لي بيناتهم لشكل ثري دي ياخد الشكل هات تقريبا طبعا إحنا إذا تخيلنا هون كثلاث مجسمات رح يطلع عنده مجسم ثري دي الماكس رح يوصل لي بيناتهم لكل مجسم شبكة وبعدين رح حوليهم لمجسم ثري دي الأمر هذا أو الحالي هاي عبارة عن أمر مركب من أمرين هاي الحالة الرابعة ناخد اسمها cross section اللي هو أول أمر فيه على surface فنحنا بنسميه به الاسم هذا لأنه هي عبارة عن أمر مركب من أمرين أول أمر هو cross section والثاني surface طبعا أول أمر اللي شفناه هو أول حالي أنه شو عملنا بين المواطع وصلناه هون ماشي دمجناهن مع بعض والحالي المرحلة الثانية حول له جسم هذا الشبكة اللي تكون عندي لشو لمجسم ثري دي لأول surface كون لي منه سطح عنا مثال هون نحنا نكون عندي تطبيق معمارة عبارة عن قشرية مثلا عم تزيد معي عملنا منا ثلاث أقواص فالأمر هذا رح يوصل لأيام لحتى يكون لي منه صفحة ثري دي تأخذ معنا هالشكل هاد فهذا الأمر هو cross section و surface أمر كثير حلو تبقاته كثير واسع يعني مثل ما رح نشوف خلال جلسة اليوم خلونا نبدأ بالشي اللي حكينا هاي الصورة معنا بتوضح الحكيهات أول حالي رسمنا نحنا ثلاث مقاطع ماشي الحالي الثاني اللي هي حالة cross section بوصل منا لهالشكل هاد الحالي الثالث هي surface رح أنتقل هون على top نأخذ line مثل ما شوفناه smooth وبمشي زيكزاب طيب وحمشي هون هي أول أول مستوى عندي المستوى الثاني ننتبه للشغلة بس هلا رح نحكي عنا ملاحظة أنه أمشي أنا بنفس الجهة ما أول مرة أرسم واحد من الأول للآخر الثاني من الآخر للقوات هاي بنا ننتبه له الحالي الطبقة الثاني بالبردائي رح نرسمها بالشكل هاد تمام والطبقة الثالثة ولاحظة أني قدر الإمكان يعني محاول شو يكون عدد نقاط ريبة من بعضها طبعا ما بالضرورة بس يعني نظريا أنا رجل داي إذا عندي بالنص رح تزوم أكتر ما يعني أنه رح يصير الخط أقصار أني أعمله هيك حتى الخطوط بده تتجهلك معي رح نرجع على المنظور منرجع هاني مناخد الموف منطبق كل مستوى تقريبا مين رح يكون عندي رح نرفع هاي لفوق رح تطلع معي بالشكل هاد تمام هلا أول مرحلة لحتى أنا قدر طبع أمر الكروس سيكشن و سيرفس انه بديهم يكونوا كلهم جسم واحد فرح أعمل لهم شو أتاج هاي أخذنا أمر الأتاج هان و هون ماشي صاروا كلهم جسم ثاني الخطوة الثانية أمر الكروس سيكشن ما هو أمر تعديل الأمر من قلب الديتابل سيكشن فرح نلاقي هون وهو كروس سيكشن طبعا أمر الكروس سيكشن بدنا ننتبه لشغلي انه مثل ما شايفين نقرت على أول جسم عم يقول لي حدد جسم الثاني لحتى يوصلوا نقرت نقرة و صليي على الثاني الأمر لساعة تفعال عندي ماشي نقرت نقرة ثالتي و صلي هلاقي خلصت وصل بس شو الملاحظة المهمة لأنه أكبر غلطة أممكن أعمل أني أعمل هايك وأفصل بزر اليمين و رد ارجع و وصل شايفين المشاكل بتصير معي كثير كون شوفوا التطبيق طلاب هايك يعملوا الأمر بالساعة تفعال عندي فكب سيكشن ثانثين ثلاثي ماشي تكون عندي هالشكل هاد نرجع ناخد هون قبل ما نفت الفيرتكس هاي البلدان عنده هالشكل هاد طبعا أنا هون ما نفعل اف ثلاثي بس هي لسا هذا الأمر بحال شو أو الجسم وضع شبكة ما عطيته أمر السيرفاس فرح نتيل هون إلى أوامر التعديل بنعطي أمر السيرفاس طبعا تلا انتبه لشغلي في أن أمر السيرفاس هون اسمه سيرفاس مابر أو شي ما تخربته فيه في عندي أمر السيرفاس تحت أي أمر السيرفاس أول ما بعطيه بلاحظ أن الجسم صار عندي شو ثري دي شايفين نتيجي طبعا بردان فيها مشاكل كثير أول مشكلة إنه طالع شو طيب شطن بنحل هاي المشكلة بيه بالنقطة بالضبط نقاط شو بنا نعمل نوعه تمام نغير تمام نوعي نبنا نرجع لسموذ إنه أنا عندي مجموعة نقاط بفتح نفس تحديد حواليهن طبعا بقوله بزر اليمين بعطيه نوعه لسموذ شايفين نتيجة كيف صارت معي؟ ممكن أعطيه بزير مجرد هالأمان تقلت شايفين نتيجة اللي صارت معي؟ ممكن أعمل له سكيل ستوصل للشكل هذا طيب إذا أنا بعد ما خلصت ملاقي مثلا برداي ببدا تعديل فالتعديل بكل بساطة سيكون عبارة عن موف للنقاط وصحان بدنا ننتبه لشغلي إنه أنا عندي صار مقطع طولاني ومقطع عرضاني فأي نقطة بحددة صار عندي من نقطة تابعة للخط الطولاني ونقطة تابعة للخط العرضاني فما بيأخذ النقطة وبحركها موف شو رح يصير للشكل؟ شوفوا شو رح يصير عندي شو رح يصير من ضرق؟ شو بنا نعمل؟ نفتح نفس التحديد حوالي النقطة هاي نفس التحديد وبحرك تنتين هلا هيك بيتحرك معي وقدر شكل الشكل على كيفي ماشي؟ نفس الحكي هون أنا مثلا لقيتها كتير عريضة متاعدة فبحديدة بفتح نفس التحديد وشو بنا نعمل؟ نسحبها لجوه هاي هي نتيجة نتيجة أنا ما هم من الفكرة اللي بعطيها أنا أنا بالمستبع لما تطبع برداي ما رح يجب طبيقة هيك نجد الطرق الثاني أسرع وأسفل لكنني أعمل منها تمارين صغيري لكي الطالب لما يرى التمارين يفهم بالطبط ما هي الأوامر المطبقة فيه فهي حالة cross section و surface لا أريد شل كمان يريد شل يريد شل أي شيء ناتج من خط عندي شباري بدو سماكي طبعا ممكن يكون حالي هيك ممكن نحنا نطور الموضوع أكتر ناخده من مجسمات فأنا أخذ circle مثلا 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 عمل منا نسختين copy ناخد خمس مقاطع ناخد خمس مقاطع نطور كثيرا مثلا نكبر مقطع ماشي فهذا الشكل ما سيكون له الآن الججا ما هيك ناخد هذا الجسم طبعا أول شيء و نحاوله 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 زر اليمين زر اليمين convert to editable وبعدين نحن نعمل لأول خطوة دمجناها كلهم وبعدها ناخد هنا cross section الملاحظة اللي بدي أضيفها هنا نحن نحذفها الملاحظة اللي نضيفة أنه هناك بعض بخربة أنه لدينا cross section هنا و لدينا بأوامر التعديل شيء اسمه cross section إذا قالنا لأوامر التعديل لدينا شيء اسمه cross section بالواقع نحن نفس بعضين كبسة كبسة في فورا ماذا عمل لي؟ لكن الفرق بينه أنه هنا يعتمد بوصله على ترتيب التاج عرفتوا شو الفكرة؟ فأنا إذا خربت بواحد سوف يخرب عندي الموضوع كله فهذا يريدنا أن ننتبه له هذا موجود عندي و رأيه بكبسة زر ممكن نحاول لهم الاسمهنوث النقاط مثلاً بسبيبها هداكي أفضل لك كيف أستطيع أن أتحكم بترتيب الخطوط حتى لو كنت عمل التاج في مشكلة بالوصل فوراً هذا الأفضل طبعاً سوف نعطي السيرفس من هنا سوف نأخذ هذه الأمر السيرفس فألاحظ المجسم الذي صار عنده هكذا سوف نعطيه كنترول A سوف نأخذ بس النقاط الرايحة و سوف نحديده أفضل أفضل سوف نحديده سوف نضعهم بزيال كلهم و سوف نلاحظ الوصل صار عنده بس أن كان في طريقة أفضل لأنه حديده حالياً ما نبه كذلك